هذا الحسين حياتنا وبدربه منهاجنا مصاح في وجه الدجا صاحت له أرواحنا لبيك يا داعي الهدى دمدم على رأس الخنى إن فاتنا يوم الفدا عهدا بدربك سيرنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين ارتباط الشيعة بالإمام الحسين عليه السلام شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة يندرج هذا الارتباط في أصل التكوين ومنشأ القلوب والأرواح ولا يقتصر بالارتباط التشريعي أي أنهم يعتقدون بأن الإمام صلوات الله عليه حجة إلهية مفترضة الطاعة يجب على الناس محبته وولايته والاقتداء به القضية فوق هذا تتعلق في أصل الخلق والتكوين الله عز وجل حينما خلق الأئمة عليهم السلام خلق أرواحهم من نور ابتدعه وخلقه وشق منه أرواحهم الطاهرة وأبدانهم خلقها من طين عليين طين عليين أشرف تراب في الجنة وهو تراب كربلاء كربلاء ترابها أشرف تراب في الجنة منه خلقت أبدان الأئمة عليهم السلام أرواح الشيعة خلقت من هذا الطين خلقوا من فاضل طينتنا فاضل طينتهم الطين التي منها تكونت أبدانهم أشتقت أرواح الشيعة وأما أبدانهم فخلقت كل في مكانه وموطنه إذن بين الأئمة عليهم السلام وبين الشيعة علاقة مشتركة في أصل التكوين جامعها طين كربلاء ولذلك كل الشيعة يحنون إلى كربلاء حنين الفرع إلى أصله وكل الأئمة أيضا هكذا يحنون إلى كربلاء إذن التفكيك التفكيك بين الأئمة وبين الشيعة هذا أمر لا يمكن أن يحصل لأن نفك الفرع عن الأصل وهم منشأ واحد لا يمكن هذا ارتباط ارتباط آخر بين الشيعة وبين الأئمة عليهم السلام هو ارتباط المنهج في المنهج أيضا هم متحدون لذلك الشيعة يحنون إلى أئمتهم عليهم السلام والأئمة يحنون إلى الشيعة ويرتبطون بهم روحيا مجتماعيا روحيا نظير ارتباط الأب بأبنائه وارتباط الأم بأولادها محنة في أصل التكوين موجودة ترجع إلى التكوين إلى الفطرة والخلق وإلى التشريع وإلى وحدة المنهج في رواية عن الإمام الباقر عليه السلام يقول الأحاديث طبعا عديدة منها هذا الحديث يخاطب شيعته يقول إني أحب ريحكم وأرواحكم هم الريح وهم الروح يحب أكو فرق بين الريح وبين الروح من معاني الريح مو كل المعاني من المعاني هو الهيئة والشكل الذي يظهر به الشيعة في هيئتهم الفردية أو في هيئتهم الاجتماعية الإمام كل ما يرى شيعته في اجتماع في وحدة يحب هذا الاجتماع يراهم في مجلس يحب هذا المجلس وإذا يكون فرد الفرد هم هكذا شكله قوله فعله إذا كان مطابقا للأئمة عليه السلام يحبه الإمام إني أحب ريحكم وأرواحكم وأنكم على دين الله هذا اللي نقول عليه وحدة المنهج ودين ملائكته هذا الحديث في الكافي وفي البحار مروي هذا الحديث عن الإمام الباقر عليه السلام رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام إن الله تبارك وتعالى خلقنا من نور مبتدع واحد ليت وهم هنا يتصور أكو وحدة حقيقية بينهم وبين الله عز وجل هذا الرأي رأي باطل الشيعة لا يقولون بهذا هذا النور ليس النور الذاتي هذا نور من صفات فعله ليس من صفات ذاته الله نور النور من صفاته الذاتية وهناك نور خلقه الله عز وجل حادث هذا النور هو من صفة فعله من هذا النور خلقه أرواح الأم ليصير توهم عند البعض هذه الرواية هم مؤكدة تقول إن الله تبارك وتعالى خلقنا من نور مبتدع من نور يعني مخلوق رسخ ذلك النور في طينة من أعلى عليين رسخ يعني تقمص والتبس في بدن وخلق قلوب شيعتنا مما خلق منه أبداننا هنا المراد بالقلوب يعني الأرواح لأن القلب يطلق على عدة معاني من إطلاقاته الروح وخلق أبدانهم يعني أبدان الشيعة من طينة دون ذلك دون طين أليين لذلك أرواح الشيعة بعد الأئمة من أشرف ما خلق الله عز وجل من أصفى ما خلق الله أرواحكم أيها الشيعة أرواحكم وقلوبكم اعرفوا قدر التشيع الذي أنتم عليه وأدوا حق هذا التشيع بعد النبي والأئمة عليهم السلام أصفى خلق أنقى خلق أرواح الشيعة إذن الارتباط الروحي بين الشيعة وبين الأئمة ناشئ من أصل الخلق والتكوين في أصل التكوين هذا الأمر موجود وحنين وحنينهم إلى كربلا حنين الفرع إلى الآصل غلي يعرف المؤمن قيمة كربلا خصوصا المقيم في كربلا الساكن في كربلا أي مسؤولية في الكافي الشريف عن الإمام الصادق عليه السلام إن الله خلقنا من الليين وخلق أرواحنا من فوق ذلك فوق تراب الليين اللي هو النور وخلق أرواح شيعتنا من الليين وخلق أجسادهم من دون ذلك هذا التراب الأرض اللي الإنسان أينما يولد من ذاك التراب هذا الترابط إذن بين الشيعة وبين الأئمة هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة لهذا الترابط آثار عظيمة تتجلى على الناس وكل إنسان من المؤمنين إذا ينتبه النفس يشوف بعض هذه الآثار جلية في نفسه أنا أشير إلى بعض هذه الآثار حتى الإنسان يعرف بعد أن ختم هذا البرنامج الإلهي العظيم في أيام محرم في الارتباط بالحسين وفي مواساة الحسين لازم أن يعرف وظيفته بعد ذلك هذا مكمل لذاك هذا الكلام اليوم مكمل للكلام الذي تقدم في الليالي السابق المؤمن يستشعر آثار الارتباط بالأئمة عليه السلام في أمور ذكرتها الروايات الأمر الأول أن ما يطرأ على الأئمة من هموم من غموم يشاركهم فيها شيعتهم وما يطرأ على الشيعة من هموم وغموم يشاركهم فيها أئمة تشارك أكو في الآثار هذا الكلام قال عنه أمير المؤمنين عليه السلام لاحظوا النص قوي ودال في هذا المعنى يقول ما من أحد من شيعتنا ما من أحد ما كستثناء من شيعتنا يمرض إلا مرضنا لمرضه وَلَغْتَمَّ إِلَّا الشيعة وَمِنْ وَمِنْ إِذَا أَزْعَجَ إنسان حُور أي شيء يطلع من كلام يقول أي فعل يريد يسوي يسوي وهو حاسب نفسه على الأئمة عليه السلام هو كل فعل قبيح يسوي يؤذي إمام زمانه كل إضرار ينزله بأخيه من الشيعة من الموالين هذا إذاء ينزله على قلب إمام زمانه فما بالك بمن يؤذي أرحام وإخوانه فما بالك لذلك أمير المؤمنين يقول مرضنا لمرضه إذا سواء يكون مرض بدن أو يكون مرض روح الحسد الحقد الضغينة لا يتصورها أن الإنسان يخلي قلبي يتمرض بألوان الأمراض ولا يسعى لمعالجته ويقول أنا شيعي وأنا أنتمي إلى الإمام صلى الله عليه هو بهذا المقدار جاء يؤذي الإمام الأثر الثاني أن بعض ما ينزل بالأئمة عليهم السلام من الأذى والظلوم ناشئ من أفعال شيعته بعض الظلامات الكبيرة اللي الناس تتوجع لها وتنصب لها المآتم وتبكي عليها بعضها من سوء أفعال شيعتهم سأقولها من الفلسفة ليش شنو السبب وردهم في بعض الأخبار أن بعض المصائب التي نزلت على سيد الشهداء هم من هذا من هذا يقرأوا الروايات وشوفوا الأئمة تحملوا الكثير من العناء والظلم لأجل إنقاذ شيعتهم من النار لو لا هذا الأذى الذي يتحمله الأئمة عن الشيعة أفعالهم تودي بهم إلى نار جهنم الله عز وجل للعاصي يعاقبه والسبب شنو أنهم محسوبون عليهم هم سبب في وجودهم السبب مسؤول عن المسبب مثل ما الولاء الأب مسؤول عن أولاده لأنه سبب الأم مسؤول عن بناتها وأولادها لأنها سبب العلاقة بين الشيعة وبين الأئمة سبب ومسبب محسوبون عليهم العمل الصحيح الحسن يفرحهم والعمل القبيح السيء يسيء إليه رواية الله عز وجل يعذب شيعته بأيدي الظالمين والطاغين والجبابرة يبتليهم بالابتلاءات الشديدة وإما وإما أنه يسجن ويقتل 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 فداء لشيعته قال إن الله عز وجل غضب على الشيعة فخيرني بين نفسي وهم إما أنا وإما هم فوقيتهم والله بنفسي دفعت عنهم الأهلا شكد الإنسان يريد يشكر هذه النعمة يوفي بها الإنسان المتقي الصالح إذا يريد يشكر هذه النعمة لا يوفي بها فكيف بالعاص المذنب مو فقط لا يوفي يسيء يسيء إلى إيمان لماذا خص الشيعة قال غضب الله على الشيعة شنو غير الشيعة الله لا يغضب عليه إذا عصى لا يغضب عليه بس هاي كرامة واحترام للشيعة لسببين اللي خصهم بالذكر السبب الأول لأن الشيعة هم يعرفون الله بالمعرفة الصحيحة وهذا أهل الفضل أهل العلم يعرفون ماذا أقول ارجعوا إلى كتب الكلام شوفوا عقائد الناس غير الشيعة الإمامية خبط 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 ضلالات مخبوطة مخبوطة صحيح باطل تجسيم تشبيه نفل العدل ونفل العصم ونفل عذاب القبر ونفل الرجع ونفل جملة من الأشياء التي تقع في المعارض ما تشوف فيها شيء صحيح من الاعتقاد في الوحدانية وفي التوحيد عقائد خليطة جهالات البشر مخلوطة بعقائدهم العقيدة الصحيحة في التوحيد وفي أصول الدين عند الشيعة الإمامية ببركة الأئمة الأطهار عليهم السلام خطأ العارف مثل خطأ جاهل العارف إذا أخطأ ليس كخطأ جاهل العارف إذا أخطأ يؤاخذ على خطأ كخطأ العالم إذا أخطأ ومثل الجاهل إذا أخطأ السبب الثاني أن الله عز وجل يحب شيعة أهل البيت عليه وسلام يحبهم وبالحب إذا أخطأ الذي يحب شنو الغضب عليه يكون أشد وأبلغ الله عز وجل ادخر جنته لشيعة آل محمد عليه السلام يريد يعطيهم الجنة لابد أن ينقيهم ويطهرهم وين يطهرهم في عالم الدنيا الدنيا طهارة الإبتلاءات التي تنزل بشيعة آل محمد تطهير لهم وابتلاءات وعقوبات عطا الله عز وجل ينقيهم فيدخلهم الجنة فإذا أخطأوا حاسبهم وغضب عليهم أما غير الشيعة لا شأن لهم عند الله ما قدر الله حق قدره اللي ما قدر الله حق قدره شنو قيمته شنو شأن عند الله لذلك يدخر عذابه للآخرة أما الشيعي كرامة له ولولاية محمد وآل محمد يعجل له العقوبة في الدنيا هذه العقوبة التي في الدنيا يبتلى بها الأئمة عليه السلام تحملوا قسما منها عنهم هذا اللي ترد الروايات تصفهم بأنهم رحمة الله الواسعة الأثر الثالث مواسعة الشيعة في المصائب والأحزان ورد عن الإمام الكاظم عليه السلام لاحظوا النص جد قوي هذا النص في دلالته هذا الحديث من أحاديث الثاقب في المناقب من شاء فليرجع إليه يقول يقول إنني ومن جرى مجرايا من أهل من أهل البيت قال العبارة هنا بعد صارت واسعة ما يراد بها أهل البيت بالمعنى الاصطلاحي في زمان رسول الله صلى الله عليه يعني تختص بالخمسة الأطهار الطيبة وإما لا يراد بها أهل البيت المعنى المعهود لدى الشيعة يعني كل الأئمة عليهم السلام وإما المراد به المعنى العام في أهل البيت يشمل حتى مثل أب الفضل العباس وعليه الأكبر والعقيل زينب وأمثاله تققوا في هذا المتن يقول إنني ومن جرى مجراي من أهل البيت لابد لنا من حضور جنائزكم في أي بلد تموتون لابد لنا هذا هذا عظيم هذا التوجيه اتقوا الله في أنفسكم لتسوون أعمال اللي تنفر اللي تنفر أئمتكم منكم لأن هذا العمل القبيح اللي يسوي الإنسان المؤمن الذنب اللي يرتكب يحرج إمامه أمام ربه يحرجه يوذيه فاتقوا الله في أنفسكم وأحسنوا الأعمال ليش لتعينونا على خلاصكم هذه مدرسة هذا الحديث مدرسة تعينونا على خلاصكم وفك رقابكم من النار الواحد لا يجي يقول أنا فقط أعتمد على حب الأئمة هذا صحيح في محله لكن في الآخرة أما أنت بالدنيا كونك إنسان موالي يجوز لك أن تعصي ربك تترك الطاعات وتفعل المعاصي لا أنت بهذا عصيت إمام زمانك وأدخلت الحزن والضرر والأذى عليه وأحرجته في إنقاذك من النار لا يتصور الإنسان القضية هالشكل بسهولة بحسب الاستحسانات والظنون الخاصة اللي عنده يريد يتعامل فيها مع الأمور لازم يشوف الإمام ماذا يقول ويعمل بقول الإمام هذا هو الشيعي هذا هو الموالي الصحيح الرابع الأثر الرابع المحبة والتولع بهم والشوق الدائم إليهم في بعض الأخبار لو أن الناس أدركوا ما في الحضور عند الحسين من الفضل لقتتلوا عليه سأقول ماذا معنا تقتتلوا وفي خبر عن الإمام الصادق عليه السلام ولو يعلموا ما في زيارته في زيارة الحسين من الخير ويعلم ذلك الناس لقتتلوا على زيارته اقتتال يقتتلوا بشنو يقتتلون خاف واحدهم يتصور فرد معنى آخر لاقتتلوا بالسيوف عليه في الرواية تقول ولباعوا أموالهم في إتيانه هذا الشخص اللي يقول أنا ما عندي قدرة وفقير يبيع أمواله ويجي إلى نجالتي علاقة الشيعة بالأهم علاقة خاصة علاقة إلهية تكوينية لازم الشيع هو يعرف قيمة هذه العلاقة ويعرف قيمة التشيع اللي يحمله في قلبه وفي رأسه يبيع أمواله حتى يأتي إليه وإن فاطمة لتنظر إلى من حضر منكم من حضر عند الحسين فتسأل الله لهم من كل خير فلا تزهدوا في إتيانه فإن الخير في إتيانه أكثر من أن يحصاه يعني القضية فوق العد وفوق الوصف لو كان أكو مجال للعد لذكر الإمام العد ولو كان أكو مجال للوصف لذكر الوصف فوق من أن يعد ويحصاه الموضوع ومن ذلك شنو يتضح أن المحبة رابطة تكوينية بين المؤمن وبين الحسين ارتباط تكويني الانفكاك محال لا يمكن يصير الإنسان ينفك عن بدنه يقدر ينفك عن بدنه يقدر ينفك عن روحه فإذا اشتد هذا الارتباط عند المؤمن ازداد شوقا ومات شوقا لأجله واقتتل بالسيف لأجله إذا اشتدت هذه الرابطة وقوة هنا أكو بعض الإشارات المعرفية أذكرها لكم حتى تعرفون الأئمة عليهم السلام شنو من معاني وشنو من معارف أودعوا في هذه الروايات الموت شوقا لا يبلغه المؤمن إلا إذا بلغ مرحلة القتل تبهوا إلى هذا الكلام الموت شوقا لا يبلغه المؤمن إلا إذا بلغ مرحلة القتل والاقتتال هذا شنو معناه معناه أن كل واحد من المؤمنين يستعد أن يضحي بروحه لأجل هذا الأمر يقدم روحه لأجل هذا وفي التاريخ كثير من المؤمنين تاريخ البعيد والتاريخ القريب قدموا مثل هذا شوقا إلى زيارته قطعوا قطعوا رؤوسهم قطعوا أيديهم قطعوا أرجلهم دفنوهم أحياء أعدموهم عذبوهم تاريخيا مهم هذا الشكل التاريخ يأكد هذه الحقيقة لكن الشيء الذي ينبغي أن يلتفت إليه أن المقامات المعنوية العالية لا يبلغها الإنسان إلا إذا قتل نفسه قتلها لكن هذا القتل واحد لا يتصور هو من القتل العدواني يعني شخص يذبح لفرد إنسان يقول لا القضية أعمق وأوسع من هذا لاحظوا أمير المؤمنين ماذا يقول في هذا بعدين أجي أشرح هذا الفقر يقول أمير المؤمنين عليه السلام اقتلوا أنفسكم فإنها لا تدرك مقاماتها إلا بالقهر هنا يفسر إن شنو المراد للقتل القتل مو إزهاق الأرواح لا قتل الشهوات في الأرواح هذا هو القتل هذا هو قتل النفس قتل النفوس إلى مراحل المرحلة الأولى نحن نعبر عنه بالقتل الإرادي يعني الإنسان بإرادته يقتل نفسه مو يروح يذبح نفسه حتى تخرج روحه من جسده روحه في جسده ويقتلها بقتل الشهوات حتى تتجلى النفس في النفس الحياة والنور والمعرفة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله في الحديث لاحظوه ذن للأحاديث واحد حينما يقراها من دون تأمل ربما يتصور أن المعنى فيها عادي بس إذا ينظر إليها نظرة التأمل والتحقيق يشوف المعنى قد أميق رسول الله صلى الله عليه وآله يقول موتوا قبل أن تموتوا شنو معنى تعالى موتوا قبل أن تموتوا قبل أن تموتوا موت الأجل بس موتوا قبل أن تموتوا شنو هاي أرواحكم وأنفسكم وأنا ليست لست بعيد عن هذا وأنا منكم أيضا قتلوا الشهوات في النفوس قتلوا الرغضات في النفوس حتى تتسامى وترتقي ما كو شي يضر الروح أكثر من الميول الشهوانية كثرة الطعام كثرة الشراب كثرة الكلام كثرة السهر إذن الأمور هي اللي تموت النفوس يصير النفس مظلمة وإذا بالغ الإنسان في ذلك صار قلبه قاسيا كالحجارة ما تأثر ما تأثر لا موعظة ولا حكمة ولا علم ولا معرفة هو يصير مثال من مصداق من مصادق الشياطين هو يصير الشيطان في نفسه إذا لا يقتل الإنسان الشهوة لذلك الله عز وجل سن لنا وأوجب علينا الصيام وحبب إلينا الصيام في مختلف أوقات السنة لأن الصيام يقتل الشهوات في الإنسان فهذا الموت الأول هو الموت الإختياري بالإختيار الإنسان يقتل نفسه إذا الإنسان لا يقتل نفسه لا تتحرر الروح لا تخلص من شبكة البدن وقفص البدن ما يقتل الروح أقتل غرورك أقتل كبريائك أقتل العجوب بالنفس أقتل حب الشهوة إلا في الحلال إلا في الحلال مو معناته أنه أقتل نفسك التي استمتع بحياتك استمتع بس بالحلال إذا رحت صوب الحرام نفسك قتلتك أنت قتلت المحنة الثانية المرحلة الثانية القتل الاختباري في مقاضل الاختياري الله عز وجل يأمر بقتل النفوس والأرواح في موضع الاختبار وموضع الابتلاء هذا قد يقع للجماعة مجتمع بكامله الله عز وجل ربما يختبره كما أمر بني إسرائيل بأن يقتلوا أنفسهم بعد أن عبدوا العجل الله عز وجل قال لهم اقتلوا أنفسكم وقد يكون لا القتل فردي في القتل الجماعي هكذا هؤلاء الذين عبدوا العجل سولت لهم أنفسهم حينما رجع إليهم موسى وأرادوا التوبة الله عز وجل ما قبل منهم إلا أن يقتلوا أنفسهم هنا وقع الخلاف في أن قتل النفس شنو المراد به بهذا المعنى جماعة منهم قالوا يقتل كل إنسان نفسه يمسك فرد آلة حادة يقتل نفسه جماعة قالوا لا كل شخص يقتل غيره يقتلوا أنفسكم جماعة قالوا الذين عبدوا العجل في مقابل الذين لم يعبدوا العجل الذين لم يعبدوا العجل يقتلون الذين عبدوا العجل هذا قول ثالث قول رابع أكو لهذا قد تؤيده بعض الروايات اقتلوا أنفسكم بالدعاء والخضوع والتواضع لآل محمد عليه الصلاة المجموع كانوا سبعين ألف لاحظوا هذا الخبر الوارد عن الإمام العسكري عليه السلام إن الله عز وجل رفع عن بني إسرائيل هذا الحكم يعني القتل قتل الناس رفعه عنه بتوسلهم بمحمد وآل محمد عليه الصلاة رفعه من صل على محمد وآله بنو إسرائيل كانوا يعلمون بمقام النبي وعترته كل الشرايا السماوية كل الأنبياء السابقين كلهم أشاروا إلى مقام أهل البيت عليه المسا فقالوا ذول بنو إسرائيل أوليس الله قد جعل التوسل بمحمد وآله الطيبين أمرا لا تخيب معه طلب يعرفون هذه الحقيقة سامعين بها وقاريها في الكتب السماوية ولا ترد به مسألة وهكذا توسلت الأنبياء والرسل فما لنا لا نتوسل بهم سووا اجتماع ويتحدثون بهذا فاجتمعوا وضجوا قالوا يا ربنا بجاه محمد الأكرم وبجاه علي الأفضل الأعظم وبجاه فاطم الفضلا وبجاه الحسن والحسين سبطي سيد النبيين وسيد شباب أهل الجنان أجمعين وبجاه الذرية الطيبة الطاهرة من آل طاها وياسين لما غفرت لنا ذنوبنا وغفرت لنا هفواتنا وأنزلت هذا القتل عنا هكذا سألوا فلذلك نودي موسى عليه السلام من السماء أن كف القتل ليقتلون أنفسه فقد سألني بعضهم مسألة وأقسم علي قسما لو أقسم علي بها إبليس لهديته يعني هذا اللعين إبليس حتى توسل بآل محمد ما يتوسل مع علمه بمقام شنو من عناد مكابرة هذا عنده يعجز اللسان عن وصفها ولو أقسم بها ثمود وفرعون لنجيته فرفع عنهم القتل فجعلوا يقولون يا حسرتنا أين كنا عن هذا الدعاء بمحمد وآله الطيبين حتى كان الله يقينا شر الفتنة ويعصمنا بأفضل عصمه تعلموا إذن نتعلم من هذه الرواية أن التوسل بمحمد وآل محمد عليهم السلام يعطيهم حصانة للإنسان من الضلالة مو فقط يمحي الذنوب ويغفر الزلات وإنما يحصن الإنسان من الضلالة القتل قد يقع للاختبار الفردي هذا كان اختبار جماعي مثل إسماعيل وإبراهيم الله عز وجل اختبرهم بالقتل فلما نجحا في الامتحان رفع الله عنهم هذا الابتلاء ليش لأن غاية القتل اتحققت شنو هي غاية القتل أن الإنسان يعود ويعلم نفسه على الخضوع للطاعة لله عز وجل وهم خضعوا لهذا تحققت الغاية لا داعي للقتل الأصوليون هم يقولون الأمر الإلهي الشرعي يسقط إذا تحقق غرضه يسقط إذن المؤمن هم لازم يلتفت أنه دائما في حال اختبار في كل أحواله في كل أيامه في كل أوقاته في كل ساعاته في حال اختبار الذي يحب الحسين ويرتبط بالحسين لازم يعرف شنو الشيء الذي يرضي الحسين يبحث عن هذا ما الذي يحبه الحسين وما الذي يبغضه الحسين يقول أنا أحب الحسين ويفعل ما يبغضه الحسين معنى الحب الحقيقي أنك ترضي من تحب مو تغضب من تحب بالوجدان هم هالشكل الإنسان يدرك هاي هم مرحلة من القتل المرحلة الثالثة قتل المحبة عندنا قتل اختياري وقتل اختباري وقتل المحبة هذا أرقى مراتب القتل أعلاها وهو أعلى درجة في لغها الأولياء أولياء الله عز وجل هذه المحبة لها مرتبتان أقولها على نحو السرعة مرتبة اكتسابية يحصلها العبد بالسعي إليها حتى يحصلها ويكتسبها إذا حصل هذه المرحلة الأولى يحصل مرتبة ثانية فوقها هي المحبة الوهبية من الله عز وجل يعطيه في القرآن الكريم هم أشار إلى هذه الحقيقة في قضية موسى وجعلت عليك محبة مني لكن الخطوة الأولى على الإنسان المرتبة الأولى على الإنسان هذه هي محبة الحسين صلوات الله عليه انقطع إلى الله عز وجل وقدم إليه أعز ما يملك قدمه لربي حبا وانقطاعا إليه لذلك الله عز وجل أودع محبته في قلوب المؤمنين زرعها التفكيك بين القلوب المؤمنة ومحبة الحسين ممتدع لا يمكن التفكيك أبدا على طول التاريخ سعى ظلم وتغات على فك هذه العلقة بين المؤمنين وبين الحسين هم زالوا وهذه المحبة والعلقة بقيت تتوارثها الأجيال جيلا بعد جيلا النبي المصطفى صلى الله عليه والهم جعل هذه المحبة علامة على محبة الله عز وجل قال أحب الله ومحبة حسين إذن الإنسان المؤمن إذا يريد يعرف نفسه أن الله يحب أو لا خليشوف علاقة بالحسين شنو هي بحسب هذه العلاقة علاقة الله ما أكتب إجابة الدعاء لك تكون قضاء الحوائج أم لك تكون ذكر بعض أهل المعرفة وأنه الكلام الكلام ما يخلص بس الوقت يبدو خلص أن الحسين عليه السلام هذا اللي نقول الحسين مدرسة في كل جوانب الحياة حقيقة وهذا وحده ويحتاج إلى سلسلة بحثية النشلون الحسين هو مدرسة في كل جوانب الحياة ما من أحد في المجتمع عنده مشكلة إلا وفي باب الحسين حلها توجه إلى كربلا ليعلم أهل القلوب حقيقة الحب من يقدر يقول شخص أكثر من الحسين أحب الله وقدم له أنبياء ما يقدرون يزعمون هذا الزام ما يقدرون الحسين علاقته في الله حبه في الله فوق حد الوصف وجاء إلى كربلا يعلم الموحدين التوحيد الحقيقي شنو هو مولا اللي خافصين العالم بأن فقط هم موحدون وغيرهم غير موحدين خليجون إلى كربلا يشوفون حقيقة التوحيد الحسين شنو هو وجاء إلى كربلا يعلم أهل القرب والتفاني كيف يكون الفناء في الله عز وجل ذول اللي يزعمون أنهم عرفاء وعندهم مقام الفناء لازم يجون عند الحسين يتعلمون هذا المقام مو الدعاء هو مزعم ويعلم أهل البطولات حقيقة البطولة وشرف البطولة ويعلم الزاهدين حقيقة الزهد في الدنيا يعني ويعلم المسؤولين حقيقة المسؤولية شنو مدرسة كبرى مدرسة الحسين وهذا ما أشار إليه الإمام الرضا عليه السلام في زيارته بقوله لبيك داعي الله لأن هذا نداء الحسين استنهاض الحسين استنصار الحسين ليس له زمان خاص أو مكان خاص قول المعصوم يخترق الأزمنة ويخترق الأمكنة إلى يوم الظهور المبارك قول المعصوم ألا هل من ناصر هذا ما نحصر في يوم عاشورة سنة واحد ستين للهجرة اليوم هم الحسين يقول ألا هل من ناصر ألا هل من مغيث ألا هل من مجير لذلك الإمام الرضا بعد كم من السنوات في زيارته يقول لبيك داعي الله إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري بصر المؤمن لازم يكون مع الحسين بصره بصيرته مع الحسين سامعته مع الحسين قلبه هم مع الحسين هذا مقام عالي نسأل من الله عز وجل أن يوفقنا لدرك بعض هذه المعاني والعمل بها وأن ينور عقولنا وقلوبنا بمعرفته ومعرفة أوليائه والطاع لهم والبراء من أعدائهم ببركة الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين هذا الحسين حياتنا وبدربه منهاجنا مصاح في وجد جا صاحت له أرواحنا لبيك يا داعي الهدى دمدم على رأس الخلا إن فاتنا يوم الفدا عهدا بذربك سيرنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر